حذر الجيش السوداني من تداول تصريحات بشأن إصدار تعليمات من القيادة العامة باستخدام القوة المميتة وتعين قادة ميدانين جدد وقد أوضح الجيش السوداني في بيان له أنه لا ينتهج مثل هذه التصريحات والأسليب مشددا على ضرورة تحري الدقة في تلقي الأخبار الخاصة بقوات المسلحة أو تداولها وذلك بعد انتشار تصريحات منسوبة للجيش على وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر